ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا معاكم واحدة وحشتوني جدا حاجة جربتها على منطقة الصدر شدت الصدر من اول مرة بشكل غريب جدا هتشوفوا النتائج انتم بنفسكم ومش هحلف ولا هعد اجامل في الوصفة هتشوفوها وتقولولي رأيكم ايه حطوا لايك بس بانتم تسمعوا الفيديو عشان الناس كتير تستفاد للي عندهم تراهر في السدي او تجدير حجم السدي نشد بقى كده بنرفعه ويكون شكله جميل خليكم معايا ورجعنا يا بنات يا حلوين مش عايزة حد يدخل يقولي طبا عندي كذا ما ينفعش دي بدل دي انا اللي هقوله في الوصفة دي هو اللي ييجي سامحوني يعني مفيش بديل انا عايزة القهوة التركي قهوة تركي من اي هايبر ماركت من اي مكان تمام تركي يعني محدش يقولي بقى قهوة تانية قهوة مش عارفة برانزيلي قهوة بسرائيلي لا هي دير تمام كده وتكون فرحة علشان الغمقه ما تسبخش على منطقة الصدر عايزة احنا كده يا حلوين هنعمل تست بسيط طبعا عشان ما قداش اخد كمية كبيرة من القهوة عشان دي الادمان بتاعتش بس انا هقولوكم المقادير الصحيحة هناخد خمس معالق من طعام اللي احنا بنكل بيها المعلقة اللي بنكل بيها هناخد خمس معالق من القهوة او البون وتروحي العطار ابن حلال كده موسوك فيه مضمون تقول له عايزة خل تفاح طبيعي مية في المية او اصلي ما يغرقشي الازات كبيرة اللي هي بخمانون واشر جنو و بخمانون واشر جنو كلا تمام انا حيزاها حاجة اصلي كده بوستا جايبك المياه صغيرة بس حاجة كده يعني زي ما يقولو على بوه هناخد باقي هناخد خمس معالق زي ما احنا اتفقنا وهناخد ربع كوب من حل التفاح هنواري مثلا ولا انا هوايم انا زي ما قلتلكو كده الفنجان اللي هو بتاع القهوة الصغيرة ده لو هتغطي فنجان القهوة الصغيرة بتبقي تملي كله لكن لوه الكبير بتبقي تغطي ربع طبعا انا هوايم بسم الله انا عايزة عملها زي الرمل بتبقي رملية كده مش عايزة ها عجينة هي شكلها كده بسوا هي هتلم كلها دي وقتش طبعا انا يعني عشان عاملة كمية صغيرة من القهوة فبسوا بسوا بقيت عاملة زي الرمل ازاي وستخده بسوا كده بسوا كده بسوا كده عاملة زي ما يكون شوية رمله وحطي عليه موية مش عايزة بقلي هي استيحة خالص وكلام ده خليها كده نفس المقادرة اللي قلت عليها هنحطها على الصدرين نصلي بنا على النبي عليها افضل الصات والسلام ونقول تورية الاستخدام بقى هناخد ناخد دوش ده فيه عشان مسامل الجسم كلها تتفتح واوما نحس ان ايه ان احنا خدنا شوية سخونية من الميا على الجسم نقفل الدوش ونفتح المياه سرسوف وغير صغير خالص ونعمل ايه نركز عشان ايدينا الاتنين اللي هتشتغل مش صغود دي ايه ايدينا الاتنين هنعمل ايه خلاص ايه افضلنا الدوش ندخل كده بقى على جنب وناخد بقى دينا الاتنين كده وعلى الصدر بصريع انا عايزة بس ايه امسل لكو حلشان خاطر يعني تعال يا بل هاتي ايدي هاتي ايديك هاتي ايديك يا صغرنا بصوا هنتخيل ان دولة الصدرين ايدي الاتنين شغل حشان ما فيش واحد يبقى اصغر من واحد بالكلامنا كله ايدي الاتنين شغلين هؤ شفتوا كده من اول الجزء ده هاصلع كده بالمكونات بتاعتي كده اهي ابدأ ادعك كده اقعد روحة جاي ما جيش تاني كده كده اهو كده لمدة 3 دقايق ابدأ ادعك كده اجي سهولي سهولي انا اسع من تحت من بترضاه البابي كده كده اهو واطلع كده لمدة 5 دقايق ودعك خليك كده حيوي ما تحسسيش يعني ادعك شوية نبدأ ندعك لمدة 3 دقايق ونجي ناخد من وصفتنا كمان مرة ونجي من الناحية دي اهي كده تمام انا وردلكوا عمله اهو ندحك لحد ما نحس ان جسمنا بدأ يشد وتسيبي 3 دقايق بالظبط وتقومي داخل غسلة المكان وتخرج انت بقى تنشيخ وتلبسي الصفت بتاعك وشوف انت نفسك من اول مرة هتحس بي انا فحلا جربتها لقيت النتائج سبحان الله معين انا خرصي بريمعس بس انت هتلزقتي مع ان انا ما بحبش ولا تخسيص ولا شيء عشان جوزي طبعا بس انا بحب اجرب على نفس الحاجة الاولى عشان نشوف هل فعلا مجابة معي او لا وفعلا حسيت بحاجة غريبة جدا انت شاء الله هتشوفوها وهتلاقوا نتيجة ملحوظة ان شاء الله بنعملها يمقى ويملق يمقى ويملق بس الشرط ان احنا ناخد الدوش دافي عشان نفتح المسام اعمل لحدنا وبعدكده بتلبسي صفتيك وتنامي بقى شكرنا على كدة تمام اه عايزة تخطي اي برضه عشان ريحة البون برضه عايزة تخطي اي ريحة مثلا اي كريم ورطب اي حاجة ريحة حلوة ما فيش مسكولة خاصة كده يبقى انا قولت كل حاجة الاهوه التركي وكمان خلطه صاح طفره في كل حتة ولو هلتión نفسك شوية معاليش عشان خطر الوردة تنفع لأي حتة مترهلة لكن كالموضوع اليوم هو مشكلة الترهل الثدي وتكبيره طبعاً أول ما نعمل الحركة دي يوم أو يوم لقى لمدة أسبوع كده بتشوف نتيج فضيعة بتحسي ان الصدر مشدود قوي تمام وكمان ممتلئ وشكله جذاب كده طبعاً بسبب الرضاعة والسمنة والكلام ده كله يرب اكون قفتتوك النهاردة وما كنتش رغيت كده وعرفت ان ده رغاية قوي حطوا لايك بعشان بدان كثير تستفاد بالفيديو أحبكو في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته